السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام مرحبا بكم معي في فيديو جديد فيديو اليوم نتكلم على علاج الإمساك وان شاء الله يكون هذا آخر فيديو على علاج الإمساك لا نقاش نتكلم عن الإمساك دائما الفيديو السابق قدرت واحد الفيديو عن علاج الإمساك وقلت بأن الإنسان اللي يريد الحل السريع للإمساك تكون كرشو ممتلئة تقريبا أربعة أيام خمس أيام أسبوع أو حتى عشرة أيام وأكثر الشخص لا يمشي للمرحب هذا علاج السريع وهو ليس علاج وإنما حل السريع وهو يشرب القهوة قهوة جميلة في الصباح في المساء في الصباح مباشرة فهو يفتر من بعد وجبة الفطار يشرب قهوة جميلة قهوة جميلة في طبيعة الحال فهنا كاين بعض الأشخاص قلت لك بأنه كاذب وكاذب وكاذب القهوة تدير الإمساك قلت نجاوبهم القهوة متى تدير الإمساك أو حالة قلت تحديد القهوة وكاذب وكاذب تحديد الإمساك مثل أثناء وجبة العشاء تحديد تحديد تناوت الأرض فألف في المئة قلت على يقين أن في الصباح تحديد الإمساك سوف تحديد القهوة سوف تحديد الملينات الطبية سوف تحديد تحديد من لا يمكن تخرج برأسك لأن في المساء تناولت الأرز ضروري من الامتناء عن بعض الأكلات التي يسببوا الإمساك وعلى رأسها الأرز الرز كتعاني من الإمساك ما تكونش الرز الرمان كتعاني من الإمساك ما تكونش الرمان وخصوصا هذه الأطعمة هذه خصوصا أثناء وجبة العشاء أولا على الأقل وجبة المساء الطعام أثناء المساء أثناء المساء ما تكونش الأطعم التي تسببوا الإمساك الأرز يسببو الإمساك الشوكولات يسببو الإمساك الخبز الأبيض حتى هو يسببو الإمساك أي طعام يحضر أي عجينة أو طعام أو خبز يحضر بالدقيق الأبيض فهو يسببو الإمساك فمثلا الكومير الخبز السقصفة عامة الخبز اللي كيتبع في مخذبازات صفة عامة هاداك راي يسببوا الإمساك كرواصة تكتسبب الإمساك التين الكرموس حتى هو يسبب الإمساك التين الشوكي اللي هو الهندية تسبب الإمساك فالعاديد من الأطعامة تسبب الإمساك فإن تناولت هاد الأطعامة هذي أولا غير طعام واحد منها على يقين أنك سوف تعاني من مشكلة الإمساك ولو أنك تستعمل ملينات القلق حتى القلق بالتوتر يسبب الإمساك إن كان عندك صدمة نفسية فرأى بالإمكان ديالك أن تقدر أسبوعين كان عرف أحد الشخص أسبوعين ما تخلش للطوالد حاجاتك أسبوعين بسبب جاتوا أحد الصدمة نفسية أسبوعين يعني هذا المسائل الكامل كتأثر الجهاز الأضمي فرأى فيه الأعصاب يتعصب راغيلا يتعصب الشخص يتعصب الجهاز الأضمي لا يبقى منتظم الإمساك يعني من الإمساك أو الإسهال يجب أن نرعي على المرض وإن تكون ممارسة يتمواله بصحة جيدة وكل شيء يخير عندك ورغم ذلك يقدر يأتي الإمساك بسبب صدمة نفسية عندما تخلع الإنسان الشخص يتخلع يرجع عنده إسهال كذلك ضروري من أطعام التي تسببه الإمساك خاصة الإبتعاد عنها إلى إن أردت علاج هذا الإمساك وبطبيعة الحال يجب أن تعرض كيف هو السبب تقدر تكون عندك الغدة الدرقية إذا كانت عندك القواط وخاتك وقال مليينات وخاتشرب وقال مليينات أراها أراها تعاني من الإمساك خاصة تعالج الغدة الدرقية وإحنا في هذه القناة هذه نحاول ما أمكن موصله وحد النصيحة لديك المصدعافي الناس المصدعافة أما عندك فلوس عندك الإمكانيات سير الطبيعة سير التعالج سير فيما بغيتها تمشي تمشي تعالج ولكن ذلك الناس لما في حالهم يعاني مشكلة الإمساك نقول في الصباح شرب كأس دين الماء دافئ كأس كبير أو كأس دين الماء دافئ ونتظر ساعة على الأقل وعاد فطر وفي الفطر حاول ما أمكن لا تصرر الماء مباشرة مع الفطر جنب بعد الفطر على بعد شرب الماء على الواجبات على الأقل بساعة ساعة قبل وساعة بعد الماء فقط الماء كذلك الفواكه تهي بعدها على الواجبات ما شئ قد يتفطر ولا قد تغدى مباشرة تناول الفاكهة وتقول رأى عندي الإمساك رأى يقع تخمر الواجبات 184 ألف مشترك ما شاء الله في القناة المتواضعة رأى جات بسبب كين المصداقية كين النزاهة كين ما كينش الكاذب ما كينش تضليل 184 ألف مشترك حاولت نغير ما بغيش نقوم نتكلم دائما على المعيدة نقول المعيدة نقول كيفاش تحمي راسك من أمراض المعيدة كيفاش بغينا النوعه بغينا الإنسان عندنا نقص كبير في الأمور الدينية تقافة دينية مع الناس وحتى تقافة دينية ف نشرت واحد الفيديو تقريبا هذه واحد ست ساعة نشرت فيديو تقافة دينية أسئلة على استراد النبي صلى الله وآله ومع تاريخ الإزدياد متى توفي المهم معلومات الدينية على الرسول صلى الله وآله ومع المشاهدة جد ضعيفة مرت تقريبا ساعة خمسين مشاهدة وقيلة ولا ثمانين ولا ما عدت حال كيف يعقل 184 ألف مشترك والناس خاصة العلاج المعيدة علاج المعيدة علاج المصران علاج القولود وهذه الناس لا يمكن تقافة دينية تقافة الإنسان يعرف كيف يمكن الفلو يمكن رؤية بعينه وحضرت هذا الفيديو وحضرت فيه وحضرت منظر رائع من مدينة الرباط منظر خلاب أحسن منطقة في الرباط صورتها وتكلمت معلومات الدينية والمشاهدة الفيديو به ثلاثة دقائق ما حال هذه الناس التي تفرجوا تفرجوا 50 ثانية أو أقل 50 أو 40 ثانية صار فيك يخرجوا منظر رائع جدا مع معلومات وكان تحدى هذو الذين تفرجوا يكونوا عارفين هذه المعلومات كاملة التي قلت تم كان تحدى ويكونوا عارفين وخش الشخص معه هذه المعلومات ويدخلوا 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 هذا يحصر مشتركين عندي طائقين تمانين مشترك ما حال جابت أربعة ديال لايكات أربعة اللايكات واش هذي سياسة ديال اليوتيوب واش هذي الناس صافي ما كيتفرجوا هذا شي فبغيت ندير حتى يطلع مشيت التندانس المغربي اشنو فيه اشنو فيه التفاهة في التفاهة في التفاهة يعني قال الناس كيتفرجوا في التفاهة يطلع الشان للتفاهين للتفاهين فلوك كذا 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 الولادة الحمل كنت مسافرة عجيط لدارنا اول مرة ندخل لداري هذي الفيديوات اللي منتاشرة اللي في التندانس ولا الاغاني صاف هذي الفيديوات اللي منتاشرة في التندانس التندانس المغربي والفيديوات التقافية كان فيديوات رائعة تقافية تعليمية هادفة وش حل المشاهدة وما كيتعداش الفيديو ألف مشاهدة ألف المشاهدة تلتلاف مشاهدة قناوات رائعة تقافية تعليمية جدا والمشاهدة والمشاهدة والتفاهى قد لقى كل شيء يتفعل معها والمساجات والرسائل والواتساب والوكدا كده فين كده يرى فين وصلت فين هذا التفاهى مثل الناس انتبع التفاهى وعلاش علاش علاش عاونوا صحبي عاونوا عاونوا فيديو وخيكون فيهم علومة طيب سيطة وتعلم منه وغيره ولو القليل أعطي الوقتك وخمسة دقائق في النهار ديال التقافة تكون عندك تقافة عامة ما كنقولش أنا الفيديوات ديالي كين قنوات كنقى نشوفهم القنوات التعليمية الفيديو كيجيب ألف مشاهدة والألف مشاهدة حاول تدعمو ذلك القنوات خصص موقتك وخمسة دقائق في النهار كامل في 24 ساعة خمسة دقائق خصصها القنوات التعليمية تعلم شي حاجة تعلم اللغة الإنجليزية تعلم تفهى خمسة دقائق في الفيديو دابا كتمر عليه ساعتين كيقولك يالله 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 إلي يدوزور ساعتين دازت صافي الفيديو وصال خمسة دقائق سبحان الله تتمنى هذا الفيديو القبل والقليل ذي الدعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة